برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب وحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عقدت لجنتاء الخدمات بمجلسي النواب والشورى والفريق الحكومي اجتماعا مشتركا اليوم عن بعد بمشاركة أعضاء اللجنتين وممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وخلال الاجتماع الذي تناول أهمية الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تم التأكيد على مد عمر الصناديق التقاعدية وضمان استدامتها والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم حيث تتضمن التعديلات ما يلي لا تخفيض للمعاشات التقاعدية لا تغيير على سن التقاعد الاعتيادي إضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن التقاعد الاعتيادي لمن يرغب في الوصول إلى معاش تقاعدي بنسبة 90% إدخال غير البحرينيين من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة في نظام التأمين الاجتماعي وتم خلال الاجتماع تأكيد على مواصلة العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنجاح في تخطي التحديات التي تواجه صناديق لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية ومعالجة العجز الاكتواري وأعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن حرص مجلسي الشورى والنواب والحكومة الموقرة لتعزيز نهج التعاون الفاعل والمثمر لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية مشيدة بمنهجية التعاون والتنسيق الرفيع التي يقودها سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبحث المواضيع والتحديات وفق رؤية وطنية توافقية تسعى دائما لوضع الحلول والمعالجات تحقيقا لمصلحة الوطني والمواطنين وثمنت جهود معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والوفد الحكومي المرافق وما يتم تقديمه من شرح مفصل وإجابات وافية لتساؤلات السادة الأعضاء خلال الاجتماعات والمناقشات والتي تساهم في توضيح الأمور بصورة شاملة ومتكاملة وقد أعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن شكره وتقديره لمعالي رئيسة مجلس النواب ولرئيس وأعضاء لجنتي الخدمات بمجلسي النواب والشورى على ما أبدوه من تعاون ودعم للجهود المبذولة لمواجهة التحديات في الصناديق التقاعدية بما يصب في صالح المواطنين